منذ أن لعن الشيطان عقابا لرفضه أمر الله بالسجود لآدم عليه السلام وهو يسعى لإغواء بني آدم بكل حيلة فقد يتمثل في صورة إنسان كما ظهر لأبي هريرة رضي الله عنه وحاول أن يسرق من تمر الصدقة فأمسكه أبو هريرة فذكر أنه محتاج وله عيال فخلى سبيله فقص ذلك أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه قد كذبك وسيعود وعاد فعلا وتكرر الأمر ثلاث مرات في ثلاث ليال وفي المرة الثالثة قال الشيطان لأبي هريرة دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فذكر أبو هريرة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب ذاك شيطان فآية الكرسي حرز من الشيطان فهي أعظم آيات القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر وإنما كانت بهذه المنزلة لاجتمالها على توحيد الله وتمجيده ونعوت جلاله وكماله قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة فقرأها في الليل ودبر الصلوات فإنها سبب لدخول الجنات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت